اذا يا سيد احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا عن فن الترجمة فن الترجمة الزوجية فن الترجمة الزوجية ده مهمة اوي فن الترجمة الزوجية ده بنعلمه للناس المقبلين على الزواج انا شايف كمان الناس المتجاوزين محتاجين يتعلموه هل فن الترجمة الزوجية فات وقته للناس المتجاوزين ابدا نقدر نعمل كده بس الناس دي بنا شوية كل واحد فينا يفكر قبل ما يتكلم مع زوجته كل واحد هتفكر قبل ما تتكلم مع زوجها هو الكلام ده هيسعد ولا يوجع هو الكلام ده يريح ولا يتعب هو الكلام ده يخلينا قريبين ولا يبعدنا ويعمل حواجز وفجوات بيننا الكلام ده الكلام من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي الناس اكتر قرب واكتر سعادة يا رب اجعلنا من السعداء اللي نسعد ونسعد عايز تبقى سعيد امشي بالقانون ده من اسعد يسعد اسعدوا اللي حواليكم بالكلام الحلو واسعدوا اللي حواليكم بان انتو اذا كنت امرأة خليه بطلك واذا كنت رجل خليها امرتك اللي مفيش زيها حد وساعتها عطيش انتو الاتنين في رضل احد سبحانه وتعالى وتسعدوا وتتهنوا وتعيشوا في سعادة ممدودة من الله سبحانه وتعالى لان انتو طيبين والله طيب لا يقبلوا الا طيبة يا رب جعلنا على الدوام من اصحاب السعادة ومن اصحاب الجمال ومن اصحاب الرحمة ومن اصحاب الخير يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين الهمنا الكلام الحلو والهمنا حسن التعبير يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين